من أجل التقاط فيديو وتحقيق المشاهدات والأموال شاب مصري عطل حركة القطار الوقع صارت في محطة منشية الجبل الأصفر بمحافظة الأليوبية وجري ونط كده يعني عشان ياخد صورة فسائق القطار اضطر أن يوقف القطار خوفا على الشاب الشاب ما سمع الكلام ولا نزل وبعد انتشار الفيديو بشكل واسع وزارة النقل استنكرت التصرف وقالت أنه غير مسؤول وبيعرض حياة الشخص والناس للخطر وبعد ما تم فتح تحقيق الواقعة نشرت وزارة الداخلية اليوم بيان قالت أن التحريات تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة والمصور كمان واللي اعترفوا أنهم قاموا فعلا بتصوير هذا الفيديو لتحقيق مكاسب مالية ونشرت كمان الداخلية صورة للشابين وهو هم مقبوض عليهم وقالت أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية في حقام اشتركوا في القناة